للاسف انا اغلطت ومش حابة ان حد يغلط غلطتين. لو شفت وشكار البطس دي في اي مكان عالطريق وانتو ماشيين واتحايلوا عليكم تاخدوها ببلاش امشوا واسبوهم وامشوا من الناحية التانية. هقول لكم ليه بالضبط كل التفاصيل اللي حصلت معايا. بس نصلى على الحبيب المصطفى ونبدأ كده بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا تعالوا بقى نفضش كارة البطس كده. انا طبعا فكت قطفت بقى متربطة كويس جدا من فوق بالخد ده او بالحبل ده. وفكتها طبعا بالمقص وبعد كده عينك بتشوفها اللي النور. يا ولاد التيد. تعالوا بقى نشوفها من جوة. هم طبعا حطين اللي انا بس كده هم اللي كانوا حطينه على الوش. اه فقلت بقى ما شاء الله بقى دي بطاطس غالية دلوقتي جدا يا جماعة. طب نسأل كده بقى نشوف البطاطس دي بكام. فقال لك الشكارة دي كام? اتناشر كيلو. الاثناشر كيلو بكام يعمل حج بمية وعشرة. فمن هنا هنا ما كانتش معي عشرة جنيه اصلا اه فكة فقولت له هي معي مية فوافق. بصوا بقى من جوة يا جماعة. يا ولاد التيد. بصوا البطاطس عاملة ازاي? النهار ابيض علي ده. وبالزاد بقى ما تيجد في الحب السكينة. انا قلت يمكن مسلا الحتة دي اه يعني بايزة نشفة مش عارفة ايه. لكن معظمها مسلا هيبقى كويس. فاتفاجئت بصراحة واتصدمت. انا بقى قلت ايه? دي بطاطس بقى زبنطة بتاعة التحمير. اللي هي بتاعة المصانع اللي بتتعامل شبسي. لان النوعية دي صحيح بنجيبها. وبتبقى نشفة بتعامل شبسي بس انا هم تقريبا خزنوها غلط. ماركون عندهم بايزة. معرفش ايه الوضع في الضبط. يعني انا اول مرة بصراحة اشتري من الطريق. اللي شجعني بقى ان انا كان معنا العربية. فمش هارق يعني انا لو مواصط مسلا مش هارف اوقف المواصط. وقول له استنى منزل اجيبنا على الطريق. انما معي العربية فشجعتني ان انا اجيب واحدة. لأ وقلت ايه? عملت نفس نصحة. قلت انا اخلي بقى نص ايه? اه? نص عائل. واجيب واحدة بس. انا كنت عايز اجيب اكتر من واحدة. بما لات كده ايه? شقارة بمية جنيه. شقارة اتنشر كيلو. هنقول هت عشرة كيلو. بعشرة جنيه. يعني الكيلو اقفة على عشرة جنيه في البطاطس. في حين ان البطاطس دلوقتي بخمسة وعشرين جنيه. وفي بعض الاماكن بتلاتين جنيه. فدي كانت فرصة لاتعود. فانا بقى لأ. ده انا عملت نفس ايه? يعني مش نصحة. انا قلت ايه خلي نص العمى والعمى كله. يعني هتا لو فيها حاجة بايضة من جوا ما بقاش شلت ليلا كلها بصراحة. ما اني سألته. قلت له هي من جواها فيها حاجة بايضة فيها. مش قال لا لا يا قبلة. ده احنا كنا بنقف هنا على طول. فانا اصلا المكان اللي عدت منه ده ما بعدش منه على طول ده. احنا كنا راحين مشوار آآ بعيد. بس في نفس المحافظة يعني في الشرقية. آآ اكيد طبعا بعض المحافظات التانية او معظم المحافظات هيبقى فيها نفس النظام ده يعني ولولي برضو في التعالي بتشوفها ولا ايه? كمعاشة كاير بطاطا اللي هي البطاطا البيضة. الشكارة نفس الكمية دي او نفس الكيلوات دي. يعني اللي هي الشكارة دي بكام? بسبعين جنيه. شكارة البطاطا. انما البطاطس. قال بمية جنيه. هو كان بقول مية وعشرة. قال بمية جنيه يعني. تمام? فطبعا فرصة لتعود. وكله بقى مش عطيب. انت شايف المنظر اصلا الشكارة المحطوطة كده شكلها حلوة. ومش باينة من بره ان هي الجواها حاجة بايزة. اقول لا انت هي من بره هي شكلها بطاطس. ومن من فوق بقى زي ما انتم شايفين كده الروباط دي كانوا مربطينها جامد. يعني انتي بتعرف بس يا دوبك ايه? تشوفي واحدة ولا اتنين من على الوش كده بس. واللي هما بينين اللي حطيتنا على الوش. فهما طبعا غشين الشكارة كلها من تحت. بطريقة رهيبة. هو انت تتغش حاجة وانت تضحك عليك حاجة تانية. فالواحد اتغش. اتغش وتصدم. هو الواحد مش زعلانة على المية جنيه. بس انا زعلانة من موقف نفسه. يعني انت المية جنيه ده اصلا لو كنت جيبتي بها اربعة كيلو بطاطس نظيفة. كان احسن من من الوضع ده. بس انا اتصدمت من من الغش نفسه. يعني انا كنت جاي ومنبهر ان بطاطس دي هتبقى بتاعت بقى التحمير وبتاعت المصانع. واللي هو ابنه بنلاقيها في بعض الاماكن يعني فبتبقى حلوة. وانا انا لقيها بالشكل ده. فالمهم بقى كل الامثال الشعبية جدت في 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 دماغي في التوقيت ده بقى وانا بنظفها وانا بقى بقى شوفها من جوا. كل الامثال. بصة اول المثل جي في بالي يا مسترخص يا مستوكس. ده كده مثل ايه شعبي عندنا في مصر بنوله. يا مسترخص يا مستوكس يعني ايه? بمعنى انتي لو روح تجيبتي حاجات رخيصة هتتوقس فيها. هتطلع مش كويسة. دايما بنول الحاجة ايه? الغالية تمنها فيها. خلاص. اه مثل تاني اه جي برضه في بالي. اه اللي هو ايه ما يقعش للشاطر. يعني الواحد دايما بيبقى عامل نفسه شاطر وناصح. وبيقع في اكتر الحاجات. يعني اكتر حد بيقع اللي هو الشاطر. بس زي ما بقول لكم احنا تغشينا. يعني هو مش باين من برا اي حاجة والحاجة اللي على وش حاطتها كويسة. لكن الحاجة مش محطوطة قدامي وانا روحت مسلا نقيت الوحش. او مش معروضة وانا اللي بعرفتش اختار. فبصراحة قلت بقى ايه? عشان الواحد يحلل الموضوع شوية. ونفسيوتك كده تهدف. قلت ايه ما همسكها بقى نظفها كلها. لانا بقدرت هسترودها. قلت طب ايه هشيل مسلا البيز منها. هشيل مسلا ايه? الحلو على جنب. فاصلا الحلو اللي انا شيلهم على جنب دول برضو ما جيتها اقشر فيهم. لقيت فيهم حاجات ثمراء ولو وسبتها كتر من كده. وخصوصا احنا يعني احنا مش في حر اوي. احنا وفضتها. ما كشف نيتي والله ان انا اصور خالص. يعني انا خلاص جيبتها اصلا كنت فتحت وقصت بالمقص وعسنا هستخدمها. فلما اتصدمت لما فضت الشكرة وشفت اللي جواها. قلت والله لعمل فيديو وموضحها لمتابعيني ان هما ما يعوش نفس الغلطة. وياخدوا بالهم من الحاجات زي كده. بصوا بعد ما نضفت طبعا. اه يعني هما دول شوية الحاجات اللي ديف اللي طلعت. ولسه مطحها كمان من جوا. لو لقيت فيها حاجة طبعا اخرجها خالص بحاول اتخلص تماما من اي حاجة مش قويسة حواليها. وكمل اللي طلع اكبر بكتير من اللي اتقشر. قلولي بقى اعمل باللي طلع ده اي عشان هو مش ينفعل القلية.